لأكثر من عشر سنوات والحال على ما هي عليه فما إن تنفرج أزمة الوقود في نالوت لفترة مؤقتة حتى تعوده بشكل أكبر فلكي تتزود بالوقود عليك أن تقف في توابير طويلة ومن ساعات الصباح الأولى والله من ساعة 9-12 ونص ونحن شهدين طابر قريب تلت ساعات ونص شهدين طابر هذه مشكلة مشكلة على السيارات والعطفة والعطفة ميثيرونه قداش بالله عليك بالله عليك أزمة هذه في البنزينة مشكلة والله بالنسبة لنا توالت الحكومات والبلديات وتظلوا كل الجهود عاجزة عن إيجاد حل لهذه الأزمة المستفحلة لتزيد من حجم المعاناة التي يعيشها المواطن هذه الأزمة هي مشهد يوم ولا غضور شبهها يومي وشبه معاناة المواطن يومي والمحطات مسكرت ما فيش هذا المحطة واحدة وين بتسد في حبس وعشرين ألف وثلاثين أسنة سمع عدد سكان المدين الخيروت عدم تزويد المحطات الواقعة في نطاق البلدية بشكل يومي جعل المواطنين يقفون في طوابير قبل حتى أن تفتح المحطة أبوابها سيانة محطة أربعمائة وواحد التابعة لشركة نفت ليبيا والتي تقع وسط المدينة بات أمرا ضروريا وتزويدها بشحنات يومية من شأنه أن يخفف كثيرا من حدة هذه الأزمة سالم القطوس ليبيا الأحرار نلوت